عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل مظهر التغيير في عصر الغثى ومثال الخير بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله سبحانه وتعالى على دوام نعمه ونسأله المزيد منها لنا ولكم أجمعين ونحييكم ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل درسنا في كتاب الأسس المنطلقات الذي بلغنا فيه إلى الصفحة 117 علماء فقه التحولات وعلمات الساعة هذا العلم الذي أشرنا إليه في أكثر من حلقة لم يأتي من فراغ أي ليس مبتدعا ليس له أصل ولا تسلسل نصي وإنما من خلال النصوص الشرعية ومن خلال الأسانيد وقراءة الأحاديث وغيرها سنجد أن هذا العلم المتعلق بعلامات الساعة أو ما يسمى بفقه التحولات أو ما يسمى بعلم المتغيرات والمستقدات أو ما نسميه بعلم آخر الزمان هو علم مسند إلى رجاله الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وسميه عنه هذا العلم ثم مع التسلسل سنجد كيف انتقل هذا العلم من صدور هؤلاء العلماء الذين أخذوا هذا العلم بآياته وبحاديثه إلى من بعدهم اللهم إن الفرق بين هذا العلم وبين غيره أنه كان قليل التداول بمعنى أنه كان إلى السرية أقرب منه إلى الإشهار وذلك نتيجة أمور سنتحدث عنها فمن هؤلاء العلماء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في سماعهم لهذا العلم سواء كان هذا العلم من حيث القواعد أو كان هذا العلم من حيث التطبيقات الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان أحد الرجال الذين يعرفون دقائق هذا العلم وأخبار هذا العلم ولدينا من الأحاديث ما تشير إلى ذلك فالإمام علي رضي الله تعالى عنه يشير إلى أنه ما من شيء في واقع الأرض ولا سابقها ولا لاحقها إلا ولديه منه علم مثل ذلك سيدنا حذيفة باليمان رضي الله تعالى عنه الذي أثر عنه كذلك قوله فيما أشار إليه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه لكاد أن يكون هذا البيان أو هذا الإشارات تدل على أن هذا العلم قد تحدث به وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث به عند فلان وفلان وإنما يتحدث بأجزاء منه عند العموم كما سمعنا في الحديث قال قام فينا رسول الله ولم يقول قام بخصوصيته قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به فعلم من ذلك أن علم فقه التحولات وعلم الساعة علم أشاعه النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بما ورد من الأحاديث التي بيّنت ذلك فمثلا يقول في حديث عمر بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فعلمنا أحفظنا بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بلاغ منتهى وهذا أحد الأحاديث التي تستغيم عليه قواعد علم الساعة وأنه علم مستقل بذاته في الإخبار للأمور الاستباقية التي يشير النبي صلى الله عليه وسلم إليها وفي ذلك العصر لم تكن مثل هذه الأجزاء تحفظ المعلومات حتى يكون من الشهولة بمكان إعادتها والكلام عنها كما قيلت ولكن كانت قوة الحفظ لدى الصحابة والموجودين من آل البيت الكرام ومن تبعهم بإحسان هي مادة الحفظ لهذا العلم ولهذا يقول حفظ ذلك من حفظه ونسي ذلك من نسيه وهذا الأمر بيّن أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما حفظوه أو دعوه في ما حفظه بعد التدوين في الكتب وما لم يحفظوه ظل عبارة عن روايات يتكلم بها من أخذ عنهم حين قد يكون هذا المأخوذ إلى حد مقبول في الصحة ومنهم من تكلم بكلام ربما طعن في شأنها أو في متنها أو في سندها أو في عدالة صاحبه لكن هذا هو الأصل في أن هذه العلوم ظهرت مثلا نجد في صحيح مسلم فيما يشير إليه كذلك حديفة بن اليمان يقول ما من صاحب فتنة يبلغون ثلاثمائة هذا الحديث فيما رواه عن حديفة بن اليمان ما من صاحب فتنة يبلغون ثلاثمائة إلا ولو شئت أن أسميه بإسمه وإسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة كل ذلك مما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بأعيانها أي على عين الأفراد بأسمائهم قال وأشباهها بمعنى أنه يعلم عين الأفراد المتحدث عنهم ومن يشبههم أي بمن يكلدهم ويأتي على غرارهم وأشباههم وأمثالهم ثم قال يعرفها الفقهة لن يعرف الناس هذا العلم إلا إذا تفقهوا فيه وأما كوننا نتبع الكتب التي فيها علامات الساعة والقصص والحكايات والأخبار والروايات ونظن أننا سنعرف علامات الساعة فهذا غير صحيح فكما تتبع العلماء الفقه الشرعي في الأركان الثلاثة الإسلام وأشبعوه أصولاً وفروعاً والإيمان مثله والإحسان مثله فما الذي يمنع عن دراسة علامات الساعة والمتغيرات المستقدات بقواعدها وتطبيقاتها حتى نخرج بعلم كما أشير إلى ذلك رجل الفقهة الذين يتفقهون في هذا العلم ويدرسون هذا العلم ويشرحون دقائق هذا العلم للناس وفي رواية قال الفقهة أو قال العلماء إنكم كنتم تسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير هكذا يشير حضيفة بن اليمان فيما كان الناس فيه على عهد النبي ورغبتهم في الخير فكانوا يسألون النبي عن أعمال الخير وأعمال البر وأعمال الطاعة وما إلى ذلك مما نحن إلى الآن نشهد في من يريد أن يتعلم الإسلام أو الإيمان أو إحسان وهذا هو المطلب الذي عليه الشان لكن هو يقول وأسأله عن الشر أنا ما كنت فقط أنظر إلى الإسلام والإيمان والإحسان وتفريعاتهما من حيث الإيجابية لكن هل هناك في هذه المسيرة التي يسير فيها الإسلام والإيمان والإحسان من سلبية؟ هذا الذي كان حضيفة بن اليمان وغيره بالطبع يتتبعون هذا الشان وتسألونه عما كان وأسأله عما يكون الناس يتكلمون عما كان من الفرائض والإلزامات وحضيفة بن اليمان كان يسأله عما سيأتي وعما سيكون بعد هذا الخير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هل سيحصل بعد هذا الخير شر؟ فكان هذا العلم يدخل تحت هذه الدارة المتعلقة بالشرية التي برزت في الأمة المحمدية فيما بعد سواء كانت على ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تبعها من الأزمنة إذن عرف تماما أن هذا العلم جسمين قسمه انتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلن وهو كما جاء معنا في الحديث الذي خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت طويل في يوم واحد وما ترك شيء مما هو على الأرض أو مما كان أو مما سيكون إلا وعطاهم عنه خبر وهذا أحد الأحاديث المعتمدة في علم الساعة أنه انتشر من حيث البلاغ لكن من حيث الإبلاق من حيث الإيصال للناس هنا المسألة الأخرى التي الآن نتناولها ونناقشها ثم أبو الدرد رضي الله تعالى فيما رواه أبو يعلى يقول لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما في السماء طير يطير بجناحيه إلا ذكرنا منه علما نحن نعلم يقينا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم منضبط بتسديد الله وتوفيق الله وأن القرآن يشير إلى ذلك وما ينطقه عن الهواء إنه إلا وحي يوحى وأن المقصود بالوحي هو الضابط الشرعي لحياة الشعوب والأمم في كل العثور لأن الوحي كلام الله والوحي من عند الله أما منحا نعيش في حياتنا من اكتهادات وتصورات ومفاهيم وأطروحات وغير ذلك فهذا جهد شخصي ربما استند على الحديث أو استند على الكتاب لكن الوحي هو الأصل لأنه ما أراد الله أن يغير الواقع بأفكار الناس وإنما أراد أن يغير الواقع بالوحي الشرعي سواء كان القرآن أو كانت كذلك إلهامات السنة للنبي صلى الله عليه وسلم الفوضى العارمة التي تعيشها الأمة حتى العلماء هي الاختلاف حول المادة حول مفهوم الوحي وحول مفهوم السنة وأخذت الناس هذه المنازعات حتى غربت بها عن الطريق وخرجت عن دائرة السلامة لكن بهذا العلم وبهذا الفهم المتعلق بهذا النص الخاص بالركن الرابع بالأرقائي كان الدين أقل شيء نحسن التشخيص فأبو الدردة يقول فيما أشار إليه كما الحظ لقد تركنا رسول الله رسول الله علي مات النبي صلى الله عليه وسلم وما في السماء يطير وهذه كلمة طير إما قد يكون طير مخلوق من الطيور الطائرة وإما أن يكون مصنوع يطيره في الجو تحت أي معنى من المعاني يحمل هذا المعنى طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما إلا ذكر لنا منه علما فالملحظ من هذا الكلام أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى كل ما سيحصل في تاريخ الأمم والشعوب من التغيرات والتحولات بما في ذلك متعلقات ما يطير في السماء من الظواهر سواء كانت الظاهرة حية متحركة ذات روح أو كانت الظاهرة عبارة عن آلة أو شيء من هذا القبيل الذي يطير في هذا الجو ومعلوم أن التفسير دائما للحديث أو للقرآن يحمل معنين أو يحمل وجهين وجه لللفظ الظاهر وجه لللفظ المحتمل فعلى سبيل المثال عندما نقرأ في القرآن عن أخبار سيدنا سليمان وسخر له الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب بالنسبة للنص يشير إلى أن الريح هي التي تحمل سليمان لكن في الأصل لما نأخذ باب الاحتمال أن الريح لا تستطيع أن تحمل أحد من غير وسيلة لا بد أن تكونك وسيلة بصرف النظر هذه الوصيلة مثلا مثل الطائرة أو وسيلة مثل الغرفة أو وسيلة مثل أي شيء من الأشياء هناك وسيلة هذا المحتمل عليه أساس يدور تفسير معنى الآية كذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء وهو المسؤول عن كل مخترعات الوجود بعد نبوته يشير إلى هذا المعنى أنه ما من طائر ما من حجم ما من شيء يطير في هذا الجو إلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ملمح ملمح لأنه لن يفسح عن ذلك الخبر حتى في القرآن مثلا لما يتكلمون الآن بعض المعترضين ويقولون الله تعالى ذكر البر وذكر البحر لكن ما ذكر الجو فيما يطير فيه نقول أنتم أخطعتم في الفهم بل حملتم أنفسكم تفسير للدين على غير واقع فإذا كان هذا الحديث يشير إلى الفضاء ويشير إلى ما يطير في الجو معنى ذلك الاحتمال الذي نفهمه من الآية ومن الحديث صحيح ثم يقول سبحانه وتعالى في أكثر منها يعلم ما يليقه في الأرض وما يخرجه منها وما يعرقه في السماء وما ينزل من السماء وما يعرقه فيها ما معنى يعلم الله كل شيء يتحرك في هذا الوجود سواء كان يصعد إلى السماء أو كان ينزل إلى الأرض أو كان على أي معنى من المعاني هذه الاحتمالات هي التي تبيننا أن المعنى منطبق على الحديث قد يسأل سائر طيب العلماء ما ذكروا ذلك نقول العلماء ما ذكروا ذلك لأنهم ما عاصروا المسألة ما عاصروا ما يطير في الجو ما عاصروا هذه المصنوعات ولذلك العلم الميت الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحياء السنة في آخر الزمان هو الذي يعني هذا الأمر أن نحيي السنة الميتة التي تتناسب مع العاصر مع التغير مع التحول مع التطور كما يسمى ونفصل بين التطور كمادة علمية على أيدي من لم يؤمن إلى أن نجعل الاختراع والاكتشاف والتطور العلمي والحضاري هو هبه من الله سبحانه وتعالى وهبه للأمم والشعوب ابتلى بها الكافر وأقام عليه بها الحجة فليس له من فضيلة غير الاكتشاف وأما الخلق والتوفيق والإبداع فهو يرجع إلى الخالق سبحانه وتعالى هذا الذي سيساعد على معرفة دور علم على ما تساعد في إحياء الأمم والشعوب في آخر الزمان وعودتها إلى دينها فعلى سبيل المثال بعض الصحابة على علمهم بهذا العلم لم يتكلموا فيه ولم يولوه بالا هذه مسألة كذلك مهمة هذا السبب فيه أن الظروف التي مرت على المسلمين وهي متقلبة وخاصة في الجانب السياسي والعلامات هذه غالبها هي تدور في محور الجانب السياسي وما يدور فيه كان كثير من الصحابة يحكم عن الإعلان والكلام في هذا الموضوع حتى كما يقال صار غريبا على الأذهان بل وغريبا حتى بين أهل العلم وهذا ما يفسره حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله بدى الإسلام غريبا بدى الإسلام غريبا أي من حيث أنه كان غريبا في فهم الناس يسمعون عن عبارات وألفاظ وأحاديث وأيات لم يعرفوا لها مثال من قبل فيكون عندهم بهذا الحالة وحشة إذن فالدين غريب عليهم وسيعود كما بدى غريبا بمعنى أنها التغيرات الحياة والتمرحل الزمني والتمرحل الفكري والتمرحل الاعتقادي وغيرها بما يقري على المسلمين من الصراع والاختلاف والخلاف هذا يؤدي إلى غربة الدين مرة أخرى فيصبح المتكلم عن حقيقة الدين غريب ويصبح الموضوع المطروح غريب لماذا؟ لأن الذي استمر عليه الناس وتعود عليه الناس هو ما يرضي أشباه الواقع هو ما يرضي حملة القرارات هو ما يرضي المجموعات التي تحكم الأرض التي تسير الواقع كيف تحكم شيء وكيف تعلن شيء كيف تظهر شيء وكيف تخفي شيء وهذه ظاهرة شهدت على حياة المسلمين منذ أزمان طويلة كما سيأتي معنا في أكثر من تفصيل بدى الإسلام غريبا وفي رواية بدى الدين غريبا بدى الإسلام غريبا وسيعود كما بدى غريبا فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء الذي يعيش في المجتمع غريب وما يقول عندهم غريب وما يسمعون كأنه شيء غريب وهذا يؤكد على أنه ليس الحقيقة ما يفهمها الناس ولكن الحقيقة ما جاءت على لسان سيد الأمة سواء ذكرت أو لم تذكر سواء شهرت أو لم تشهر فإن هي الأصل وما لدى الناس مما اعتادوه هذا له مسألة أخرى في التعليل والتحليل يحتاج إلى دراسة واعية فيما يسمى بعلم المتغيرات وما يسمى بعلم المستقدات وفي رواية أخرى يقول بدى غريبا أي الدين ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي هذا الحديث أوضح بمعنى أن الغرباء مهمتهم في آخر الزمان يصلحون ما أفسد الناس كيف الناس بتفسد السنة وهي من أهل السنة إذن معنى ذلك أن ستأتي أسباب وظروف وأفكار وتيارات ومفاهيم تحرف السنة عن مسارها الصحيح ويكون ذلك ما سمعتم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقلبات الأزمنة فعندما نقول أن اليوم نريد أن نتكلم عن السنة فنحن نقول أن السنة على ما يقوله أهل العلم كلهم بما فيهم علماء رسول أن حديث جبريل هو أم السنة فعندما نريد أن نعيد الركن الرابع إلى موقع من السنة هل يعني ذلك أن خالفنا هذا الحديث أم أن الآن نريد أن نعطي نفس المعنى الذي قال فيه الرسول فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي وأول من يعترض على مثل هذا العلم لا أقول العوام ولا أقول مثلا بعض المفكرين في عالم الوجود ولكن أحيانا قد يكون العلماء المنتمين إلى علم الأصول ولهم من ذلك موقف معلوم لكن الحقيقة تقتضي أننا نحترم الرأي لكن لا نتخلف عن ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم من إبداء وجهة النظر الشرعية في أن هذه السنة المتعلقة بالركن الرابع تحتاج إلى إحياء نظرا لهذا المعنى في الحديث الشريف وأشباهه وأمثاله ولذلك نجد أن علماء المسلمين جزاهم الله خير ما تركوا شيء إلا وتناولوا حتى الفرضيات لكن دارت دائرتهم في موضوع واحد وهو الثوابت جزاهم الله خير ولن يستطيع أحد أن يعمل ما عملوا بل بلغ بهم التفصيل والتعليل إلى العلوم غير المتعلقة بالدين مثل علوم اللغة مثل علوم العروض مثل البيان مثل البديع حتى فصلوها وقعدوها وصارت علوم ذات قيمة اعتبارية في تعليل وتفصيل شرف القرآن وشرف السنة لكن نحن لسنا بصدد هذا فهذا هو العلم المطروح بيننا والذي عليه شأن إقامة أركان الإسلام والإيمان والإحسان نحن اليوم بصدد المتغيرات والمستقدات التي أفسدت علينا مفهومنا نحو الإسلام مفهومنا نحو الإيمان مفهومنا نحو الإحسان هذا الذي يدور في هذا الباب ومن هذا الباب عرفنا العلماء الذين اشتغلوا بهذا العلم وهم الذين أشير إليهم مثل سيدنا عالم أبي طالب مثل سيدنا فاطمة الزهرة مثل كذلك سيدنا حضيفة بن اليمان مثل عبد الله بن مسعود مثل أبي هريرة وغيرهم من الصحابة الذين كان لديهم من المعلومات التي حفظوها وليس نقول أن غيرهم لم يحفظ لكن ربما أنه لم يحفظ إلا القليل لكن الذين تابعوا هذا العلم وجمعوا فيه كان هؤلاء على سبيل الشهرة وفيه كثير آخرين لم نذكرهم وهم من من اشتغلوا بهذا العلم العلماء يجزهم الله خير حتى فيما بعد اشتغلوا بهذا العلم لكن اشتغلوا به من حيث التدوين أي من حيث الجمع ولم يشتغلوا به من حيث التطبيق أو من حيث القواعد ترك علم الساعة من غير قواعد وترك من غير تطبيق لذلك هذا العلم اليوم في إثارته وإعادته إلى موقعه سيساعد على معرفة قواعد العلم وتطبيقات العلم فهناك كتاب مثلا السنة الواردة في الفتن على ما فيه من متكلم عند العلماء تكلموا في أسانيده لكن نحن هنا لا يعنينا الكلام المتعلق بفن الجرح والتعديل نحن هنا نتكلم عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمجموعها وأنها تشير إلى شيء معين يجيب الكلام فيه بعد ذلك يرجع التفصيل في مسألة الجرح والتعديل والكلام في الحديث أو الكلام في الراوي أو الكلام في المتن مسألة أخرى لها مكانتها ولها أهميتها أيضا في فقه علامات الساعة فعندكم هنا في صفحة 119 بعض المنقولات عن الكتب ماذا قال صاحب السنن الواردة في الفتن أبو عمرو أثمان بن سعيد المغري الذاء الداني ماذا قال عن كتابه وماذا تحدث عن الساعة في فهمه في ذلك العصر ثم الشيخ العلم محمد بن رسول برزنجي الحسيني الحسيني في مقدمة كتابه الإشاعة تابع ماذا قال وماذا تكلم عن هذا الموضوع الذي أشار إليه وكتب الشيخ العلم المكتهد من المتأخرين أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني في مقدمة كتابه مطابقات الإختراعات العصرية وهو يكاد أن يكون أوسع الكتب كلام في قضية التطبيقات في ما يتعلق بشأن علامات الساعة مع الواقع وهكذا سنجد كثير من الكتب القديمة والحديثة تتناول هذا الموضوع لكن المفصل المختلف عليه بيننا وبينهم أنهم لم يتكلموا عن قواعد هذا العلم ولم يؤصلوا هذا العلم وإنما تكلموا عن تفصيلات هذا العلم بحكم قراءة الأحاديث وحيانا كما في زماننا قد يستخدم بعض العلماء جزاهم الله خير أسلوب الصورة أسلوب العرض أو غيرها في الكلام عن علامات الساعة يأتون بالصور عن يوم القيامة ويأتون عن بعض الظهور للكاسيات العاريات فهذا مجرد تطبيق عام لكن نحن اليوم لا نتكلم عن هذا الأمر العام العائم نتكلم عن تقعيد لابد ما نبحث عن المصطلح الذي يسمى بعلم الساعة ونبحث عن المصطلح الذي يستخلص لنا كلمات وعبارات من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما استخلص العلماء القواعد الشرعية لعلم الإسلام وعلم الشريعة وعلم الإيمان والعقيدة وعلم الإحسان وعلم مراتب السلوك يجب أن تستخلص هذه المعلومات حتى يستقيم هذا العلم ويؤدي دورها إلى جانب العلوم الثلاثة على ما جاء في نص كتاء حديث أم السنة وهو حديث جبريل الذي أشار إليه كثير من العلماء وهو من رواية سيدنا عمر بن الخطاب وذي الله تعالى عنه وهو مذكور في صيح مسلم وأيضا مذكور في صيح البخاري هنا العنوان في مئة وثلاثة وعشرية سنتناوله إن شاء الله في درسنا الآتي الآن بعد هذا الدرس سنسأل الله التوفيق ويصل لها أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين وجمع الكلمة على ما يحب الله ويرضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل مظهر التغيير في عصر الغثى ومثال الخير أبطال العمل ومثال الخير أبطال العمل